اشتركوا في القناة 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 بيعملها بقى ملس الكرة في التوقيتات دي امتى التلاتة اللي بلعب فيه مصنصة ملعب التلاتة الدفاعيين اللي هم المفروضة ان انا هعمل بهم بلوك دفاعي جيد قبل ما يوصلوا الى 4 المدافعين او قبل ما يوصل الفريق المنافس لمنطقة الخطورة بتاعتي ازاي قصر الهجامات بتاعتك كان عاملها مبارح ستر دفاعي هايل من مرونة عاطية وديانج وحمدي فاتحي والتوزيع بتاعتهم ازاي يعني انا مش حاطتهم بدون اي وظيف لأ كل واحد عرفوا بيعمل ايه قليو ديانج انا قافل الجنب اليمين مع محمد هاني وبيرسي تاو حمدي فاتحي قافل الجنب الشمال مع علي معلول مع حسين الشحات جبهة دفاعية معروفة لو الكرة من نص الملعب نحس ان هما الاتنين بيقفلوا القلب بيشتغلوا مع مرونة عاطية على ذكر قليو ديانج طالوا الكلام اللي تقال في فترات سابقة على بيرسي تاو فكرة التزبزب في المستوى وقاليو ديانج الحقيقة ظاهرة تستحق التأمل بس انا مش هتكلم عن شخص وقدم عايز اتكلم احرك عن المبدأ نفسه فكرة ان اللعيب يبقى فايق من عدمه واكيد كلمة فايق دي بتفرق كتير وبتشوف لها نعكاسات طيبة كتير في ماتشات كتير يعني حد زي قاليو ديانج مثلا الماتش اللي بينزل فيه فايق بيبقى مورعا وفيه ماتشات تانية مبقاش بنفس القدر من فوقان فتعالي نوقف عند ظاهرة الفوقان وإيه اللي يخلي اللعيب ينزل في ماتش فايق وفي ماتش تاني مش قد كده؟ هي بتفرق كتير اوقات في اللعيبة كتير اللي عندهم سكول ماتشات او زي ما قالت نهويند الجزئية بتاعت تتلي المباريات ومباريات كتير دي اوقات بتفرق كتير بتفرق كتير في جزئية ممكن عملية الاجهاد اللي بتصيب اللعيبة او الملل الروتيني ان انا دايما بلعب مباريات ودايما بس النادي الاهلي كجديد الحوافز دايما للعيبة وقيمة النادي الاهلي في البطولات والمباريات دي بتفرق يلعبها بسرعة تحسين ان هم بيخرجوا من البطولة يركزوا قبطلة تانية دي ممكن كانت بتعمل شيء من التزابس في مستوى اليونداني بس اليونداني لو بصينا على المستوى على المدى الطويل الاستدامة بالضبط الاستدامة هتلاقي لا الاجادة بالنسبة له فترات طويلة قوي ولو انه في اوقات كتير جدا كلها بنحتاج اتنف نص الملحب ممكن يلعب عمر السولية ويلعب مثلا حمد فاتح او عمر السولية ودلوقتي مروان عطية بقى خلاص من الالعيب الاساسيين لا غنى عنه مع طبعا تتالي المباريات عامل شغلة هاي عنده سباة رهيب هو ولا تحس انه عنده توازن نفسي تركيزه في الملعب عالي هو بدخل في منظومة النادي الاهلي بسرعة وبناء العالي اصبح من النجوم الاساسية في النادي الاهلي المؤسرة حتى في مؤشر الاداء لو مؤشر الاداء على فترات حتى انبارح كان فيه كرة او كورتين الناس مش متعودين من مروان عطية انه تقطع منه ولكن لا انا طبعا انا باخد بقيمه تسعين ديئة مش في لعبة او اتنين انما الناس عشان هما شايفين مروان عطية دايما متفوق ومتميز فكانت تحس ان عدم القبول ان انا مش عايزه يتقطع منه كرة مش عايز مسباص كل التحاماته عايز اخدها لا في اوقات طبعا بتحصل يعني هفة او او حاجة بيش مؤسرة وارد ولكن هو من اللاعبها اللي عندهم سببت في المستوى اعتبر هو وقال يوديان حلو جدا طب مبارح كده كم حاجة عايزين نتكلم عنها بردو منها انا وكريم تكلمنا على النقطة دي بس سريعا التحكيم يعني انا مش هشكك ولا كريم ولا اي حداية لعيشك ولكن حصل مبارح ضربة جزاء غير مبررة غير مفهومة الحمد لله انها هي كانها ما تحسبك بس ليه مش عايز اقول لحضرتك انه اكيد حقيقة تبعت مش بس المحللين الاهلوية او التابعين مثلا المشاجعي النادي القالي هم اللي اعترضوا ناس كتير كان بتقولك مش مظبوطة ضربة الجزاء دي ففيه ايه لا هي التحكيم بالنسبة للتحكيم بس يسنق الكرة دي وكرة كهرباء برضو في واحدة فيها شك كبير بس اوقات الضغوط الجمهورية على الحكام بتأثر بشكل كبير ده مش professional ابدا يعني انما بقيت المباراة بصراحة حكم يعني كان كويس انما نيجي للكورتين دول عليهم علامة استفاهم كبيرة نيجي بحكرتين دول ممكن يضيعولك بطولة طبعا مش كيلة انما نحكالي تفصيليا عن ضربة الجزاء ضربة الجزاء اللي اتحسبت اعتقد ان الفار وراته فيها نسبيا لما حصل اعادة من الكاميرا اللي هي من خلف المرمى هو قدام الكورة يعني الكورة اليو دانجي مش تشارك مع اللعيب المغربي وهو قدامها يعني مفيش مسافة يعني انا شايفها 200% حتى لو انا محتكمتش للفار بدليلين اللعبة كملت بعد كده ورايح اجمل النادي الهلي ولعيب الافريخي بتاع الرجاء خد انزار فيها حتى حصل كده ورد وحشر شوية لبس اللي بخد الانزار التاني حتى جاد على الشاشة ان هو اضطرت بس هو طبعا عشان تم الغاء الانزار الاولاني عشان رجوء للفار وحصل بالضرب الجزاء فنيجي للكورة دي بتعس ان الفار وراته فيها اجبره وبعدين اعادة الكورة فمن كذا جانب اوقات تديك احاقات ممكن ما تقولش صحيحة يعني يقال يودانج تحس انه لمس الكورة فتلمم السكورة في المنافسة دي خلاص يبقى حتى لو في حصل احتكاك بعد كده بس احتكاك مفوش تهول احتكاك عادي انا ماد يدرجلي فقط لغير لا ما تتحسبش يعني لو نسبة فيه اقاويل يقولك ممكن تتحسب اه طب ممكن تتحسب عشرة في المية يبقى مش فيه نفس النسبة ممكن اقولك ممكن ما تتحسبش تمانين في المية يا لا ما تتحسبش طب على كل احوال ده بالنسبة لللي فات انا بقى ندخل عشوية على اللي جاي وعدنا الترجي وبردو توقعاتك بالنسبة للقاء الاهلي والترجي هيكون المادشة عامل ازاي؟ دايما مباراتنا مع شمال افريقيا مبارات قوية جدا ولو ان الترجي مش احسن نوس خليه انا اتفرجت مبارح على مادشة الترجي وشاببت القبائل مبارح الترجي كان كذبان واحد صفر اللي اديها عطاقت حوالي ديها ثمانين اتعدل شاببت القبائل وكان هيكسب كان هيخرج في الملعبه مبارح لحد اخر عشر دقائق تسعة دقائق ومتعدين اتعدلوا مادشة كان عجيب شوية واللي حصل فيه والاحداث والشغب والقنابل مسائلة للدموع بالضبطة مشاكل كبيرة يعني مشاكل كبيرة ولكن احنا اي مباراة بيننا وبن شمال افريقيا بتلاقي بيقافتها صعوبة ولو النادي الاهلي متفوق بدنيا وفنيا في وقتنا هذا احنا لو اتكلمنا كورة واتكلمنا ملعب النادي الاهلي ان شاء الله كذبان انما المباراة على ارض الواقع بتختلف فيها شحن جماهيري وفيها روح وفيها روح قطاع عالي وفيها كفاح انما النادي الاهلي لما نجي نتكلم في مباراة النادي الاهلي اي مباراة تنفسية قوية الحمد لله بنلاقي لعبتنا بشكل قويس ده قيمة النادي الاهلي مباراة كبيرة مع الترجح تعتقد بين يوم 12 و19 بس برضو كالعادة يعني ده حتى على المستوى المحلي يعني ممكن تلاقي في الدور بتاعنا ممكن تلاقي الفريق يعني ماشي حال بس يجي قدام الاهلي ويتعملق ويتهول انجاز التعبير وبطبيعة الحال الكلام ده بيحصل كمان في البطولات الافريقية وبالذات مع فرق شمال افريقيا حتى لو مستوىهم حاليا مش ده الامثل او ده الامثل لكن كالعادة يجي قدام النادي الاهلي وتلاقي فيه تحجير خاصل يعني طبعا وكل ما انت بتروح في بطولة افريقيا او بتقرب من البطولة تتكلم على سيمي فاينال سيمي فاينال دور نصف نهائي مباراة همه جدا طبعا مجموع مبارتين لما بنتكلم على المباراة مباراة شوت اول وشوت تاني ببقى شوت اول في تونس وشوت تاني ان شاء الله في القاهرة هتبقى مباراة قوية جدا معهم مدرب متميز نبيل معلول ده من المدربين المتميزين او في تونس وبيعرف يشتغل مع الفرق بشكل كاكتنج كويس الباليح بيلعب شاببت القبائل رغم ان هو خارج ملعبه بس بيلعب مأم من دفاعه قوي بيلعب زون وبيلعب من هو في ملعبه بس هو طبعا معتمد على المباراة الاولى ان هو كاسبان برا ملعبه واحد صفر فدي مدياله ارياحية شوية انما من المدربين الكويسين بيزنظم فرقيته بشكل كويس قوي عناصر معظم العناصر اللي في التلاجي اتغيرت انا شفت بس مبارح منه معتقد كل بالي بيلعب في نص ملعب العب متميز برضو افريقي المتميز العب كويس يعني بس ان شاء الله النادي الاهلي في حالة البدنية والفنية اللي فيها اعتقد ان احنا نقدر نتغلب على التلاجي بشكل بيلوه نخش بقى على السوبر خشيلي على السوبر بقى يلا بقى طبعا الجمعة ان شاء الله خلاص ايام قليلة جدا ان تتفصلنا عن هذي مش هول مباراة هذي البطولة هنقرأ المشهد ازاي هنقرأ من دلوقتي كده المشهد حيب اعمل ازاي بوجة نظر حضرتك الكفة الارجح مين ايه النقاط اللي احنا كاهلي لازم نركز عليها نقاط الضعف اللي هناك في الزمالك طبعا داخل انت 50 50 ولا داخل المباراة اصلا 70 30 مثلا خلينا برضو المعدل ده نعرفه منك كابتن جمالي لا المعدل في الكورة لو ان النادي الاهلي دلوقتي زي ما قلت على التلاجي النادي الاهلي متفوق بدنيا وفنيا ونفسيا ومعنويا كتير على نادي الزمالك ولكن مباراة دايما احنا من زمن قوي مباراة اهل وزمالك ما لا تخضع لمقيس لان فيها حالة اللعيبة في الملعب هي اللي بتفرق بشكل دي صحيح النادي الاهلي طبعا الحمدلله عايشين نشوط الانتصار وكسبنا مبارح وسمي فاينال ولكن اعتقد من النهار ده خلاص الموضوع انتهى هم بيفكره دلوقتي في مباراة الصبر النادي الاهلي بالسكواد اللي موجود في النادي الاهلي ان شاء الله وانتفوق في المباراة دي بشكل كبير نسأل ربنا بس التوفيق عندنا لعيبة كتيرة جدا نقدر نعمل عملية التدوير بشكل كتير زي اللعيبة اللي انا ذكرتها دلوقتي في المدافعين باكرايت باكليفت نص ملعب مهاجمين بشكل كويس عندنا لسه تحت ان نقدر نستفيد بيهم يعني على ارض الواقع في احمد عبدالقادر وفي طهر محمد طهر امبارح برضو تحس ان مرسي القرار قال لهم لأ يعني بلمس اتفضلوا انزلوا ده عشر دقائق ده خمس دقائق لأ انتم موجودين انا ممكن استفيد بيكم يوم الجمعة احمد نبيل كوكا امبارح طهر محمد طهر ناحية اليمين احمد عبدالقادر بدأ برضو العودة لمباراة محمد شريف عندنا سكواد كويس وعندنا برضو ما عندناش مشكلة بالنسبة لقلب الدفاع ان شاء الله ربنا يشفياصر ابراهيم موجود محمود وتولي من اللعيب برضو المتميزين ممكن هيفيدنا في المباراة دي بشكل كبير وانا اعتقد انه هيبقى له دول كبير محمد هاني و خليل عبدالفتاح خليل عبدالفتاح ممكن يلعب برح برضو نزله بدل محمد هاني ممكن يكون سبع دقائي او عشر دقائي يعني انا بجهزك للجاي انت موجود اللعيب لما بيحس انه رايب في الحالات دي مبقاش بعيد عن المباراة لا او بيدي اقصى ما عنده الاول ما بلاقي الفرصة ممسك فيها بشكل كويس على كل احوال احنا كلامنا محددك اكيد لم ينتهي بعد احنا بس نستأذنك نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام طيب تحليلاتنا اكيد وكلامنا لسه مستمر مع كابتن جمال السيد نجمال الاهلي السابق وبنتترك ليه ملفات عديدة اخيرها كان طبعا السوبر بس واحنا في الفاصل دلوقتي دي كريم كان بيتابعيني فورانا بعض الصور لبعض الاشخاص اللي توفي مبارح جراء ازاي وكل منحكي لحضراتكم افعال الشغب يعني كان منهم كذا يعني شاب وشابة من مغرب اللي متشايرين شوههم كتير بنوتة كده وضح نية حتى ده ما كملتش عشرين سنة تقريبا تدافع الجماهير تقريبا حاجة صعبة حاجة صعبة قوي كابتن جمال ما كانش زمان كده بصراحة احنا لازم برضو نعيد نظر في جزئية يعني دخول الجماهير نعمل اكتر من باب نعمل تنظيم اكتر دي معظم الحاجات دي نعمل اكتر دي معظم الحاجات يعني انا روح ولا ابني ولا بنتي ولا صاحبتي وهو افر يتفرج على مطش طبعا نهاية ان الشخص يتوفى يعني لا يعقل بالضبط رايح تشوف حاجة انت بتحبها رايح تستمتع ما نفعش طبعا تؤدي الوفاة حد او او توصل لامور كده او حتى صعبة لكن طبعا التدافع اهلينه في المجرب طبعا عن فقدان هدي الشاب وغيرها كمان اتبنت والله برحمته يا رب ان شاء الله الحاجة دي ما تقلشني في الدول العربية بقى في تنظيم يعني اكثر تنظيما واكثر حرصا ان منع التدافع طبعا لان هذه اللي بتعمل مشاكل كتير صحيح كنا بنتكلم برضو عن بعض الامور في المباراة بالامس وبعض التحليلات طبعا تكون يعني لاحقة لأي مباراة بعض الاراء اللي اختلفت ويمكن برضو ناس مبارحوا تعليق حضرتك عن نقطة دي لكن مبارح ما كانش مفروض قولر يبدأ بكهربا من وجهة نظر حضرتك هل فعلا كان مفروض ما يبدأش بكهربا ولا كان مفروض يبدأ بشريف ولا الافضل اللي هو المدير الفني بيشوف القصح للفريق لا طبعا كان في اقويل يقال ان الافضل او زبست في المباراة دي يبدأ محمد شريف هم تصورهم ان دايما النادي الاهل في فضلات طويلة يبقى مضغوط في المباراة محمد شريف عنده صرعاته اعلى من كهربا شوية فممكن يستغل الهجمات المرتبة ولكن طبعا انا كنت شايف حتى الناس لو كانوا بتكلم معي قاعد بطفاق مع مجموعة من اصدقائي قلت لهم لا انا شايف ان كولر ثبت التشكيل اوقات مهمة اول ولم كنت علاقين ان هو عامل سيناريو تاني للمباراة او ان هو في الجزء التاني او جزء معين من الشوت التاني وقد كان ان هو ايشرك محمد شريف ممكن يكون كهرباء ادى ان هو يتعب المدافعين المغربة ويستحلكهم بدنيا وده كانت وجهة نظر بستر كورر بالضبط وينزل محمد شريف يقدر ان هو تفوق عليهم في كورر او اتنين اطيار المدير الفني اكيد مبني على فكر ورؤية وخصص لكن بالنسبة للنوع ده من الاراء يعني الناس زي ما كانت نهوند اللي تقول لحدك من شوية في كذا حد قال لك ايه مش صح انه كان يبتدي بكذا تأكد انه لو كان عمل اللي هم قالوه كنت هتلاقي ناس تانية يستغلطوه الناس دي ترضيها ازاي لا مش هترضي الناس ما تشغلش بها لا دي مستحيل طبعا لو لزل دي باد يقولك بادر ليه اتأخر اتأخر هو كده المدرج دايما او المحلين السادة المحلين القصر في مصر الكتير او اللي كتروا يعني طبعا كل واحد دي انه هو لأ انا شايف من وجهة نظري انه هو يلاعب كهربا لا يلاعب محمد شريف لا يلاعب ياسر ابراهيم لا يلاعب محمود متولي ولكن المدرج اكتر واحد بيبقى حاسس بفرقته وعرف فؤاري لعبته الفريق اللي مذاكر اكتر يعني مذاكر كلمة مذاكر دي مهمة اوي مهمة اوي ليه لان انا لو ذكرت الفرقة اللي قدامي كويس اوي بعمل كذا سيناريو للمباراة وانا شغال كل شوط ليه ممكن يبقى حاجة في دماغي حاجة معينة اعملها سيناريو تاني افضل اغاية يعني النوع ده من تعليقات الجماهير معناه ان الجماهير بتذكر اكتر من مدراء الفنيين ولا فيه نسبة فتايين فيهم كبيرة لا طبعا ما فيش شك نسبة فتايين كبيرة اوي كتير جدا طبعا ما فيش شك يعني لانهم يشهرد احنا ما شاء الله يعني احنا لو جينا تكلمنا هنتكلم انه هو اهلوية يعني احنا نتكلم عن ثمانين مليون اهلو فبقى كل يعني كل واحد دي هو اجي تنظره قد يتطفق وما يتفقش معاه يعني يبقى فيه اتجاه تاني مغير ولكن طبعا المدرد بمجرد انه هو اجاد وخد النتيجة اللي هو عايزها ونجح فبتلاقي خلاص كل الناس ماشى في الصف معاها حلو جدا انما لو لقدر الله حصلت نتيجة عكسية او نتيجة غير اللي يأملها الجمهور هتلاقي بقى قصة الفتين دول يطلعوا اكثر طيب كابتن جبال عايزة اروح انا وكريم برضو محددتك لنقطة يعني احنا هنكلم انتها الصراحة احنا مش قلقانين على الاهل ان شاء الله البطولة جاي مش هول المباراة هي بطولة الاهل معودنا واللعيبة معودانا ان هي لما بتبقى تحت ضغط اكبر هي بتتقلق يعني فيه مباراة بتبقى سهلة بنفضل قاعدين كده وفيه مباراة صعبة الواحد بينبهر وماشاء الله من الداي الاولى انت بتحسم المباراة فاحنا مش قلقانين على اللعيبة ابدا الشق اللي انا بقى عايزة اروح ما حضرتك فيه انا وكريم الاوراق الربحة يعني فكرة الاستعداد وروح الاهلي واللعب الجماعي والتاكتك اللي هيكون اكثر من جاي ده ما عندناش قلق بس فكرة النقطة اللي انا بكلم ما حضرتك فيها بقى هي الشق ده بتشوف ازاي الاوراق الربحة ازاي ان انا ممكن اركز على مشاكل في الفريق المنافس ابتدي ان انا استغلها بمعنى اصح ان الاستغلال في اللعبة مش غلط لا طبعا ده حق مشروع النادي الاهلي في المباراة دي هيعتمد نمرة واحد عن روح قتالية العالية واحنا الحمدلله متميزين فيها قوي الروح قتالية العالية دي بتروح لي ايه او معناها ايه او معناها الحرفي روح قتالية العالية ان انا اكسب جميع المنفسات الصناعية في المباراة ان كان هنتكلم مثلا على الجنب اللي فيه بيرسي تاو مثلا وفيه أحمد فكته واحد نادي الزمالك برسي تابه يتماز بالسرعة وعنده المهارة أنه هو يقدر يعد أي لعيف في الجزئيات اللي فيها واحد لواحد دي ورقة ربحة للنادي الأهلي جدا رغم الانتقادات اللي خده عشان صغر حجم جسمه يعني وكتب ما عندك يعني معظم اللعيبة على فكرة يعني بغض النظر عن هالند هالند لكن فعلا نسيو أغيره الجسم اللي هو ببقى هالند ده حالة خاصة يعني اللي أطلق عليه وحش الكون ده وحش الكون يعني هو ده مش طبيعي يعني مش ألي لا 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 قوة بدنية غير عادية يعني لعيب ودي طبعا يعني مش عايش بقى أتكلم عن تاكتك دي وجواردولة وغير فكره تاني ولعب براس حربة ثابت من قبل كان قبل كده بيرعب براس حربة وامي لا ده موضوع بقى كبير عشان ما نروحلوش كتير إنما نيجي نتكلم عن جزئية بتاعة الأوراق الربحة نيجي للجزئية دي وأعتقد إن حسين الشحات وإحمد عبدالقادر هتبقى فيه واحد منهم لي دور مهم جدا برضو في الجزئية ناحية اليمين الجانب الأيمن اللي هو الجانب الأيصر للنادي الأهل مع علم علول علم علول عايش أحسن فضرط في نادي الأهل من أكتر اللعبة كاملة قدمة الندج عمل كمية أسست مش طبيعية أو عدد من الأسستات للعيبة مش طبيعية لدرجة إنهم أعتقد إنهم أعتقد إنهم كل الأهداف اللي جابها محمد عبد المنعم كلها من رجل علي معلوم من صناعة علي معلوم فعلي معلوم من اللعبة المهمة أو مفاتيح المهمة للنادي الأهل نيجي بقى له الجزئية الأهمة برضو نص الملعب وتفوق نص الملعب بتاع النادي الأهل بزرط هيبقى فيه غالي مرون عطية وفيه أليو دنج وفيه حمدي فاتي أعتقد إنهم مش هيتغيرهم أعتقد يعني ممكن يبدأ بيهم نفس السلاسي لأنهم أجدوا بشكل كبير قوي ممكن يبقى فيه جزء من الوقت دور لمجد أفشا في وقت إنه يبقى محتاج بلاي مكر في جزء معالم المباراة بس مش هتبقى من مبداية المباراة أوكي التفوق الدفاع للنادي الأهلي المتمثل في محمد عبد المنعم وغالباً هيبقى محمود متولي لأنه شايف إن ياسر إبراهيم اللي شوفت لهم بقى حتى مرة بنا يشيوع فيه ويرجع بالسلامة بس أعتقد إنه صعب يحصل المباراة ولو ده أحسن أو ده المصلحة وما فيش مشكلة ما فيش أي مشكلة بالضغر ماذا لسيقى مصلحة اللاعب يعني اللي بكالي فيه في النادي لما تشيل اللاعب وتحط اللاعب ما اختلفش الأداء وما اختلفتش المنظومة داخل الملعب ومش هيختلف الاستراتيجية بتاعت المدرب إن كانت استراتيجية دفاعية بالدرجة الأكبر زي المباراة مباراة وغير لما تبقى الاستراتيجية الهجومية في المباراة زي اللي جاية بدي وظيف لللعيبة أكتر هجومية ممكن تكون نفس اللعيبة من غير ما غير من بره بس أنا هبقى ديهم وظيف هجومية تانية تزود الجزء الهجومي بالنسبة لي أعتقد إن دي أوراق ربحة كتير للمدي الأهلي محمد شريف هيبقى دور كبير ولو إن أنا شايف برضو إن هو هيبدأ بمحمود كهرباء لأن الكهرباء موفق في الفترة دي قوي برغب الضغط اللي هو وقع تحته بقاله فترة طويلة والجدل الكبير بيردوا على الأرض كهرباء من الناس اللي بتردوا على الأرض كهرباء طبعا يعني أحد أبنائي وأنا مرنته وكان عنده 12 سنة في فترة من الفترات النادي لأيه في مدرسة الكورة يعني أما ييفرقش مع الكلام ده هو شخصيته كده شخصيته إن هو يقدر الأول ما بينزل الملعب هو خلاص فاصل أنا بلعب بس بلعب كورة مش هقول لا لأ أنا بأدي عملي لا أنا بلعب كورة صحيح هو بيلعب بيستمتعوا بيأديوا عشان كده لبنا بيوفقوا بشكل كده كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي كده كده حدثنا أكيد ما حضرتكم مستمر يعني على قناة النادي الأهلي مش بس في 10 صبح في الأهلي على مدار يعني اليوم كامل نورتنا كابتن جمال حقيقي وكل التوفيق إن شاء الله ولو فوزنا بقى هنكلم حضرتك إن وشك بيكون حلو معنا بقبل أي مباراة كابتن جمال لما بيكون معنا بنفوز فإن شاء الله خير نورتنا كابتن وإن شاء الله نشوفك على خير ويبقى لقاءنا اللي جاي نتكلم فيه بقى عن تفاصيل فوزنا إن شاء الله في الوصف اللي جاي إن شاء الله بإذن الله نورتنا بنشكرك على وجودك معك بشكل جدا طيب إحنا وقتنا مع حضراتكم للأسف شديد انتهى بس إن شاء الله بكرة بإذن الرحمن يتجاد للقاء وحلقة جديدة وعشة صفة في الأهلي صباح الفل عليكم